بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفله ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثير إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا اللقاء المبارك سنتكلم بحول الله وقوته عن درس جديد من الدروس الدينية التي ينظمها المجلس العلمي بإقليم صديقات وهذه المرة بعنوان أهمية مظاهر الإحسان إلى الجار لقد اعتنى الإسلام بتنظيم علاقة أفراد المجتمع المسلم وأمر بكل ما يقوي هذه الرابطة ونهى عن كل ما يفسدها ويضعفها ولذا اهتم الإسلام بالجوار ووضع للجار حقوقا ومظاهر وصورا أمرنا بالمحافظة عليها لتبقى العلاقة قوية وطيضة والإحسان إلى الجار أيها الإخوة يكون بالقول ويكون بالعمل والإحسان إلى الجار هو خلق كريم يهيئ القلوب للخير ويورط الطمأنينة ومتى شعر الجار بسلام من جاره وأن جاره يحسن إليه أطمأن قلبه وأن شرح صدره وانظروا أيها الإخوة كيف حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإحسان إلى الجار وإكرامه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وفي رواية في الحسن إلى جاره بل وصل الأمر إلى درجة جعل فيها الشرع محبة الخير للجيران من الإيمان قال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسه بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه والذي يحسن إلى جاره هو خير الناس عند الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره فكمال الإيمان متمثلون بالإحسان إلى الجيران كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا هكذا كان عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثوه فكيف كان هديه مع جرانه لقد رسم لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرم صورة وأوفاها مع جرانه فكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم إذا طبخت مراقة فأكثر ماءها وتعاهد جرانك وكان يهدي ويهدى إليه ويقبل الهدية منهم وإن قلت أخي الكريم أختي الكريمة إليكم بعضا من صور ومظاهر الإحسان إذا الجار فاخذ منها ما يناسبك تعرف على جرانك إذا حلوا في جوارك وكن مبادرا لهم أي كان جنسهم ووصفهم ابدأهم بالسلام فإنك تجرى محبتك على المدى الطويل خاصة مع طلاقة الوجه وبشاشته حرص على الإهداء إليهم وبدل المعروف لهم فكم من هدية غرست أثرا عظيما نعم الناس بحمد الله عنده خير عظيم وغير محتاجين لطعاب ولا لشراب ولكن الهدية لها معنا ومغزا ومن صور حسن الجوار محبة الخير للجار كما يحبها لنفسه سواء بدفع أي آذن عنه أو بجلب أي منفعة الله وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه ساعد جرانك بما تستطيع ماديا أو معنويا وكن بجانبهم إذا احتاجوا إليك شارك جرانك في أفراحهم وأطراحهم وقدم المعروفة لهم وشرقهم معك كذلك ليكونوا أول الحاضرين عندك أظهر بهم الحفاوة وضعهم في أعز مكان ومقام عدهم إذا مرضوا تفقدهم إذا غابوا قف معهم عند الشدائد انصح لهم أحسن عشرتهم استر عيوبهم فسعادة المجتمع تكون بترابط أبنائه وتعارفهم وتكاتفهم ولن يتم ذلك إلا بقيامنا بحقوق جيراننا وقد حدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا تنظيما دقيقا فأمر بتقديم الأقرب في الأقرب قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا فعقل الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى جيدا فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى وصدق المولى جل وعلا في محكم كتابه والجاري للقربة والجاري الجنوبي والصاحبي بالجنبي أيها الإخوة فخلاصة حديثنا الإحسان إذا جاء يدل على كمال الإيمان حسن الجوار باب من أبواب الجنان فاسلقوا خير نهج يوصلكم إلى مرضاة ربكم وأحسنوا معاملة جيرانكم تفلحون فاللهم وفقنا لما تحب وترضى وأعنا على البر والتقوى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين